مين بتفرج عليك تاني غير الوالدة وحييهم بقى يا زياد تقولهم ايه اللي بتفرج علي الوالدة في حد اتمنى ان هو بيكون بتفرج عليها هي ليها فيها زي ما ماما ليها فيها دكتور ايمان حسني طبعا ما احن حييه طب نحييها طول الوقت جد علك تشافها ليك ومصر كلها بتتفرج عليك بقى هي الداعم القوي ليها هي والمنشد علي الهلباوي هما الاثنين بحييهم جدا جدا فعلا بنحيي علي الهلباوي كنت فعلا السؤال على طرف الاني مين مدرستك يعني انت محيارني انت طالع بشخصية خاصة جدا يعني اسمعت ناس كتير مين اللي بتلمزت على قديهم في الانشاد الديني بجد انا بحاول القط يعني مثلا لو بابا مشغل فيلم هندي بحاول اشوف العرب اللي بيقولوها الفنانين الهنود ايه انهارا بيص اه مثلا عم علي الهلباوي مرة قعد معاي خمس ساعات نسمع بس كمانجات بتقول في اغاني يعني هو بيقول لي ما تاخدش بالك من المطريبين خد بالك من المزيكة الله طيب زيادة انت حافظ حاجة ممكن تكون حفظتها من الهندي وانت بتعمل العرب بتاعتهم لا او انا ممكن اطبق ده بالعربي اه بالعربي بس يعني اكيدا بتقول تقليدها ازاي طيب تحفظها ازاي العرب دي بالهندي ليهم طريقة اه مثلا اه ايوة 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 كده كده بس لا وفي جمل بقى بس يعني لما باجي ارتجل فبقولها ايوة مترتجل عليك ايوة انت عملت كم ارتجالة كده دلوقتي لقيت الفرقة بصتتلك يعني فيه بينك وتفاهم جميل طيب مش عايزين نتكلم كثير عايزين نسمع طيب مضناك ان شاء الله يلا بنا انت اصلا بتسمع غير طبعا شيخنا علي الهلباوي حد تاني من الجيل الحالي ولا انت متربي على القديم بقى كله والغالي القدام وفي ناس جديدة باسمعها يعني مثلا باسمع تامر عشور قوي يعني بمجه جميلة جميل حلو وباسمع ولحن ومغني رائع وبقى سلطان يعني انا اتمنى انا اعمل دي ومعا طبعا بقى كده حفظ له حاجة بقى اصلا انا عايز استغله اصلا انا بسمحضر حاجة لأسلان فهو عايز الحاجة بيرفكت انا كان نفسي يقول زي ما هي حبها بس هو عشان المايسر وبنحييه طبعا المسيكار الكبير عمر خايرة تعامل أوركستريشن جامد فهو كان عايز الفرقة تبقى كده يعني زياد عايز الحاجة زي ما بنعملها الكمبوزر بتاعها يعني